في ذكرى يومها العالمي الثامن من أذار المرأة العراقية هي الأم والسند والمرأة العاملة أثبتت الوجود في الميدان من خلال عملها وفي المنزل بتحمل مسؤولية إدارة الأسرة وما تتعرض له من تعنيف وقسوة كل ذلك ولا تزال تقف بشموخ بوجه التحديات لتقول لا مستحيل يعترض طريقها وهناك من تحاول بناء نفسها لإعانة عائلتها بعد اليأس من أن تنال الحقوق التي كفى لها الدستور لها سنة بعد أخرى حقوق المرأة العراقية ضائعة بين العنف الأسري وبين العنف المجتمعي وكذلك العنف في داخل مؤسسات الدولة فهي حلها بالنساء لأنهم عمود المجتمع والمرأة العراقية هي الأم والأخة والأبناء في جانب آخر من عمل المرأة والذي يعد الأصعب وهو أن تكون قيادية في مجال حقوق الإنسان وتقديم المعونة لكل فرد من أفراد المجتمع فهنا تجتمع هؤلاء النسوة اللواتي يبحثن عن سبيل للخلاص من ألم الظروف المعيشية الصعبة اليوم نحن اجتماعنا بالعيد العالمي للمرأة نستذكر كفاءة المرأة العراقية المرأة العراقية عندها كفاءات عالية برغم أنها مرت بظروف كل صعبة طيلة هذه السنين عندنا صار حروب وصار حصار وهذا عندنا وباء الكورونا هذه المرأة هي نصف مجتمع وهي ولادة لرجال شجعان دافعوا عن البلد وتمكنوا بالبلد فالحقيقة هي مقضية أن المرأة هل هي حاصلة على الوظيفة وإنما كيفية أداء هذه الوظيفة بعض النساء لا يحملون محمل الجد المكان الذي يحصلون عليها ولذلك أداءهم يكون ضعيف والبعض الآخر حقيقة عدهم هذه الإمكانيات والرغبة ولكن هناك مصدات موجودة من المجتمع ومن أرباب العمل بحيث أنه يمات بذلك الجهدها لا تهنئ المرأة بعيدها بل كافئوها بأن تكون السند عبارة كتبها أحد الرجال على صفحته الشخصية بأحدى مواقع التواصل حيث يدعو إلى الرفق بالقوارير متحدثا عن إنها الأم والأخت والحبيبة والصديقة شاطرت الرجل بأصعب المهن وتحملت الكثير ندى المرسوم من بغداد التغيير ترجمة نانسي قنقر